موسيقى براحب بحضراتكم وحلقة جديدة من ماما شادو طبعا أي أم مننا ممكن تشتكي إن ابنها متأخر في الكلام وهي بتبقى خايفة وقلقانة جدا هل مشكلة تتأخر في الكلام دي بتكون لأسباب مرضية ولا أسباب نفسية وطبعا هي ممكن تقارن ابنها بغيره من الولاد وبتنسى إن ممكن يكون فيه مهارات فردية بين الولاد وبينه بعضها علشان كده النهاردة إحنا حابين نتكلم مع حضراتكم على إزاي الأم تقدر تكتشف إن ابنها متأخر في الكلام وفي نفس الوقت هي يعني تبقى عارفة إيه الخطوات اللي حتتتبحها في العلاج وطبعا ممكن الأم لما الولد يوصل أو البنت يوصل لسن سنتين بتقول إنه هو فعلا متأخر لأن هي بتبقى عندها معلومة إن من عشر شهور الولد بيبتدي يتكلم كلام بسيط زي منغي بابا ماما ولما بيوصل المفروض لسن سنتين بيبتدي يتكون جملة من كلمتين فلما بيوصل لسن سنتين هي فعلا بتبتدي تقلق جدا وبتبتدي تشك هل الطفل ده ممكن يكون عنده عاقة؟ ولا ممكن يكون التأخر ده نتيجة إنه هو مثلا قاعد قدام التلفزيون والموبايل وممكن طبعا التكنولوجي دي كلها بتأثر عليه إنه هو يبقى متأخر في الكلام فالنهارده حبينا يعني يكون مع حضرتكم ونناقش موضوع مهم جدا إزاي الأم تقدر تعرف إن ابنها متأخر في الكلام وإيه الأسباب والعلاج وعيكون النهارده معنا الأستاذ الدكتور أو الدكتور إسلام سعيد أخصائي إطرابات اللغة والكلام وبرحب بتصالتكم وأسئلتكم عن الأرقام الموجودة على الشاشة برحب بحضرتك دكتور الدكتور إيه؟ إزاي الأم تعرف إن ابنها متأخر في الكلام؟ وإمتى تبدأ إنها تاخد الخطوة وإنها تروح لمتخصص؟ طبعا الأم النهاردة هو ابنها ده هو كل حياتها في الأساس اللي أنا أول حاجة ببدأ الخطوات الأساسية اللي أنا بعرف إزاي أصلا المراحل نموه لغوي للأطفال هي أول مرحلة من خلالها بعرف إن ابني عنده مشكلة بيبدأ بالطفل حنعرض الأول سريعا كده طبعا إحنا نعرضنا كتير مهما عرضنا على المراحل نموه لغوي حنعرضها بصورة مختصرة الطفل من أربع شهور لحد ست شهور الطفل بيبدأ المناغي اللي هو بناغي مع والدته عن طول التواصل من ست شهور لثمان شهور الطفل بيبدأ في المرحلة دي بيكون عنده القدرة إن هو بيلعب بصوته تمام؟ من ثمان شهور لحد ده على أثناشر شهر الطفل بيقول إن يقدر إنه يقول كلمة مفردة زي مثل ماما بابا في الأول قبل ما نعرض الجملة اللي هو مرحلة السنتين لازم نعرف إن فين أمل اللغة فين نوع لغة تعبيرية وفين نوع لغة استقبالية اللغة الاستقبالية دورنا إن احنا نعرف في الтовل ده إن هو عارف إيه بعينه فين إيدك؟ فين بوقك؟ فين شعرك؟ فين ماما؟ فين بابا؟ بيبدأ إن احنا إيه؟ اللغة الاستقبالية كويسة خلاص إحنا طمنا للطفل إن شاء الله إيه قدراتو اللغوية إن شاء الله تكون كويسة طب اللغة التعبيرية اللي هو الكلام اللي هو في أول سنة بقول كلمات مفردة طب تاني سنة بقول جملة من كلمتين يعني الطفل المفروض في السن ده بقول جملة من كلمتين طب بعد كده المفروض ان احنا جملة من سنتين لحد تلات سنين الطفل بيزداد معدل اللغة عنده بتزداد طول الجملة من مرحلة لمرحلة يعني الطفل بيقدر ان هو يقول جملة من ثلاث كلمات مع ضبط بعض قواعد اللغة زي مثلا المذكر المؤنس المفرد والجمح بعد كده من سن أربع سنوات لحد ست سنوات من خلالها يقدر أن الطفل يكتمل نموه اللغة عنده ويقدر أنه يكون اكتمل قواعد اللغة مثلا المذكر المؤنات زي ما احنا قلنا المفرد والجمع حروف العطف وحروف الجر امتى أعرف بقى أن ابني فعلا يكتمل اللغة عنده لما الطفل يكون قادر أنه يحكي قصة مسلسلة الأحداث مسلسلة الأحداث أنه يقدر أنا كنت نهارده روحت المدرسة النهارده ويا ماما وعملت دخلت الكلاس وقعدت أول حصة أخدنا كذا ثاني حصة أخدنا كذا بيبدأ أنه يحكي طب منضبط السياق سياقها لغوي مظبوط ما يقولش هي ضربتني لا هو ضربني بيبدأ أنه يتكلم بإيه بدقة صحيحة الأصوات تكون الأصوات كلها صحيحة عشان نعرف أن الطفل اللغة مكتملة عنده يجب أن يكون الطفل عنده قدر أنه يقدر يحكي قصة مسلسلة الأحداث منضبط السياق صحيحة الأصوات طب إمتى الأم تقدر أنها تعرف فعلا أن الطفل ده تأخر في الكلام وابدأ إمتى أشتغل معاه جلسات تبدأ تشتغل الطفل جلسات معاه في مراحل لأول ما نعرف المشكلة حيث اسمها تدخل مبكر طبعا ده تم من خلال متخصص بيقدر أنه يقيم الحالة تطبيق اختبارات اللغة ونبدأ أول ما نعرف المشكلة نبدأ أنه نشتغل مباشرة معاه طيب دكتور إيه أسباب تأخر الكلام عند الأطفال هو أسباب تأخر الكلام فيه أسباب كتير ومش نقدر نحن نقول كل حالة تختلف عن الحالة التانية يعني مثلا ممكن نقوم فيه أسباب ضعف السامن لأطفال ممكن نقوم لأن فيه حرمان بيئي فيه مشاكل نفسية فيه ممكن يكون مثلا الطفل فيه فروق ما بين الجنس ولد والبنت تمام؟ فيه أسباب نفسية بقى مختلفة بقى ممكن يكون مثلا إيه؟ مشكلات أسرية وده ده فعلا لها عامل كبير جدا جدا مع الأطفال الحامل المبيئي طبعا إحنا زي ما إحنا تكلمنا عنه ده يعني دور كبير جدا مع الأطفال في الفترة الأخيرة خاصة الأمهات تكون مشغولة عن أولادها وتكون عدم التواصل مع أولادها وعلم تفاعل مع أطفالها فده بيأثر إيه؟ تأثير كله على الأطفال هل تأخر الكلام مرتبط بأعاقة معينة؟ تأخروا الكلام هنقدر اللي إحنا لو تعالقنا به إنه هو مرتبط بأعاقة معينة نتكلم الأول عن التخاطب التخاطب ده دوره بين درج تحت التربية الخاصة يعني إيه التربية الخاصة؟ يعني فيه صعوبات تعلم فيه تنمية مهارات وفيه تعديل السلوك وفيه تخاطب تمام؟ من ضمن الحاجات اللي هي التخاطب اللي إحنا نتكلم عنها التربية الخاصة بتاعلم مع مبين ومتفوقين فمعنى كده اللي هي مش تندرج بالإعاقات فقط ممكن فيه إعاقات حركية في أطفال عندهم إعاقة حركية بتكلمون كويس فيه إطفال عندهم آعقات سامعية بتكلمون كويس بصرية، الإعاقة البصرية طبعا الأطفال طول يكرون كويس فلا ينتبق إعاقة معينة رغم أن ممكن الإوتزم اللي عندهم إوتزم مثلا التوحد وأطياف التوحد أو اللي عنده مثلا الضعف سمع أو عندهداون بيتأخر في الكلام دائماً بتكون الأعاقة مصاحبة فيه أعاقات مصاحبة الأعاقات العقلية طبعاً دي بوظمها بيكون مصاحبة والأطفال اللي هم بيكون عندهم الترباط في مثلاً في الصحابات التعلم أو لوتزن طبعاً دي بيكون عندهم مصاحب الأعاقة طبعاً السن المناسب اللي ممكن الأم تلجأ لطبيب متخصص في التخاطر والسن ده بيختلف بقى أنا مثلاً ابني أنا زي ما احنا قلنا مروح النمو اللغوي زي ما احنا قلناها إمتى إن أنا أبدأ لروحي لوته الدخطور أو أخصائي متخصص في تأهيل أطفال بيبدأ أن في المرحلة دي أول حاجة بيبدأ أن إحنا نمشي مع الطفل وبنتخصص فين إن هو بعرف إن الطفل في أول سنة أنا أمكن مثلاً مثال الطفل عنده سنتين منفروض نقول جملة من كلمتين طبعاً نجيه سنتين سنتين وشهر سنتين وشهرين ما قالش جملة من كلمتين أول ما يوصل سنتين ونص منفروض سنتين ونص أبدأ لأنا روحنا متخصص في المرحلة دي معايا في حترة سامح من بين مرحلة ومرحلة ست شهور إيه هي طرق العلاج دكتور للعلاج لتأخر الكلام؟ طرق علاج لتأخر الكلام طبعاً تختلف يعني هما ثلاث جوانب أساسية أول الأم لما تلاقي طفلها عنده مشاكل في الكلام تبدأ أول حاجة بترجع لها لطبيب بتروح أنا ابني عنده مشاكل في الكلام الطبيب بيبدأ بيوجهها بيعرف إن المشاكل ده نتجي عن إيه؟ نتجي عن حاجة مثلاً وضوية ولا عن جانب سلوكي أو نفسي أو اجتماعي لو كده بيبدأ يوجهها لأخصائي تخاطب أخصائي تخاطب بيبدأ يحط خطة علاجية منظمة من خلال إيه؟ من خلال إيه؟ أنه يقدر طبق اختبارات اختبارات اللغة تمام؟ بعد ما طبق اختبارات اللغة الأخصائي بيبدأ يحط برنامج تدريبه بيختلف من حالة لحالة من خلالها بيبدأ ندرب الأطفال على مجموعات ضمنية مختلفة زي مثلاً إيه؟ اللي تعرفوا على أجزاء الجسم أجزاء الوجه الخضرات الفواكه بعد كده بنبدأ نحن ندربوا على جملة من كلمتين بعد كده بس بطرق علمية منظمة وخطوات إيه؟ مخططة من خلال برنامج تدريبي اللي حطوا إيه؟ ودير المركز اللي تمام مع الطفل هل في دور للأسرة ممكن تقوم بيه؟ تساعد بيه الأخصائي من خلال تدريب الولد في البيت؟ طبعاً ده أهم دور يعني الأسرة اللي هاتكلم عن الأسرة ودورها هو دور اللي هاتكلم عن نحسبها نسب الأم عليها 70% والأخصائي عليها 20% طبعاً الأخصائي والطبيب دور واحد طبعاً؟ لأن ده دور عضوي وده دور سلوكي اللي بيشتغل إيه؟ وشغله الأم دورها أن هي تتعرف على البرنامج اللي بتابعه الأخصائي واتتابع كل جلسة بالجلسة تدخل مع الأخصائي وتعرف إيه اللي تم في الجلسة وهتعمل إيه في البيت فيه أم تخلي الأخصائي ده هو أفضل أخصائي على مصار المكان اللي هو فيه وفيه أم تخلي الأخصائي ده مش عارب حاجة غالصة ليه؟ لأن الأم ده الأم ده هي الأساس هي تقدر نهاية تنامي المهارات الطفل هي تقدر نهاية تجيب أفكار جديدة وتقدر أنشطة جديدة من خلالها تتعرض على الأخصائي أو المسؤول على الحالة وتبدأ أن احنا نشتغل إيه بصورة إيه مستمرة مع الأطفال لأم فيه أمهات دايماً يعني الواحد يفتخر بأمهات بتعلم معها من خلالهم بالواحد بتعلم يعني أحياناً الأخصائي بتعلم الأم مش الأم اللي بتعلم الأخصائي ليه فيه أم شطرة تبدأ تقرأ تبدأ تبحث تبدأ تخترأ الأخصائي في التواصل معاه ومن خلالها نقدر نحن نوصل للهدف العلاجي اللي احنا في الخطة العلاجية للأطفال في البرنامج التدريب في المركز اللي هي متابعة معاه فده يعتبر أهم دور لنتقوم به لأسرة هل يا دكتور التكنولوجيا بتأثر فعلاً على عدم الكلام للولاد مثلاً الولد بتفرج على الموبايل على طول مسك الموبايل في إيه بتفرج على التلفزيون معظم الأمهات ممكن تسيب ولادها فترات طويلة على أساس أنها بتعمل حاجات في البيت مشغولة شوية فبالتالي الولد بيقعد فترة طويلة قدام التلفزيون ومسك الموبايل هو احنا ما ننفعش لناحنا نلكل دور التكنولوجيا تكنولوجيا لها دور كبير جداً في حياتنا زي احنا حسبها مثلاً حسبة بسيطة زي السكر زي الملح هو ممنوع علينا مش ممنوع بس لدي نسبة معينة لو ازاد عن حدها يحسن مشكلة وكذلك التكنولوجيا جماعية طب جماعية الأمريكية لطب الأطفال في 2018 كانت أصدرت قرار اللي هي المعدلة الطبيعي لاستخدام التكنولوجيا للأطفال كان أول المفتوض ان هو العلمياً من سنة من يوم لحد سنتين ان الطفل ما تعرضش لتكنولوجيا أصلاً من سنتين لحد سنة خمس سنوات المفتوض بتعرض لساعة واحدة في اليوم والساعة ما ينفعش الطفل يقعد لوحده لازم يكون فيه نقسمها لليوم كامل تلت ساعة الصبح تلت ساعة الدور تلت ساعة آخر النهار مثلاً ومن خلالها تبقى معزز للطفل طب ايه بقى الدور من الأم بيه؟ الأم بتكون قعدة وبتستخدوم كوسية تدريبية أو تعليمية للأطفال من خلالها بنقدرح نتعلم بها ايه؟ طرق الحياة وطرق التواصل طبعاً احنا مش نفع ان احنا ننكرها خالص قد ما هي مهمة جداً ولكن في الحد الايه؟ المعقول طب احنا أنا على المستوى الشخصي أنا رسالة المجلس تيري بتاعتي معمولة في استخدام الكمبيوتر في تنمية اللغة لأطفال الرؤوض المتأخرين للغوية فعادي ان احنا نستخدم بس بطريقة ايه؟ منظمها بتاعتمد على المشاركة بتاعتمد على التفاعل ما بين الأخصائي أو الأم والطفل والايه؟ والبنابج التدريب اللي شغال مع الطفل طبعاً يا دكتور اللقاء معك ممتع جداً وإن شاء الله يبقى في حلقات تانية نكمل بقى مع بعض التدريبات العلاجية اللي تأخر في الكلام حنطلع تقرير مع حضرتكم بيكون فيه ولد من زاوي القدرات الخاصة اسمه شام والولد ده طبعاً شارك في حفلة قدرون باختلاف هو فنان جميل جداً وشامل وحنشوفه طبعاً هو زي بيتكلم معنا وبيقدر يغني بصوت جميل وشارك في حفلة قدرون باختلاف نستمتع كده إن شاء الله باللقاء ده ونشوفه مع بعض